الخبر الأول الذي عدنا عن تهجم متابعين مملكة القصص على بيسان اسماعيل طبعاً ما يعرف شون القصة فاللي شاه في المقطع السابق أكيد يعرف شون القصة لين شرحتها بالكامل فحل أنه دخلنا على آخر مقطع نزلتها بيسان اسماعيل وننزل بيها التعليقات راح شوف أنه كل التعليقات انقلبت بالإنجليزي ومكتوب عليها جيش مملكة القصص وطبعاً يريدون أن يجمدون المشاهدات فاكتبوني يا حبايب بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر وشو رأيكم بالتهجم التعرضات لا تستحقوا ولا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فنور نزع على حسابه بالإنستغرام هذا البوست وهذا البوست كان بيه هو صور ليصورها بعيد ميلاده ومنفس الوقت كان كاتب على هذا البوست انتظروني بكرة فيديو ناري وطبعاً بعدها نزل ستوري قال إنه هذا الفيديو راح يكون ويا يا رامار وراح ينزع على القناة الثانية الساعة بالأربعة شوفوا الستوري أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو محمد جواني فجواني نزع على حسابه بالإنستغرام هذا اللي يعلم بيه من خلاله عن تسجيل اللغنية الجديدة اللي راح تنزل قريباً فشان كاتب جاهزين قريباً فاكتبوني يا حباي بالكومنتاج قيمة 50 لغنية جواني الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة نور ستار ولكن فضيحة شوية قديمة ولكن اتوقع غلبكم ما يعرفها واللي هو أخفاه الاسم هيلا تيفي طبعاً لما يتذكر هيلا فهي يوتيوبر عدة 7 ملايين وصار الهقاطة عن اليوتيوب تقريباً تلف سنين وما ليس عن السبب فالصراحة ما أدري ولكن من اللي ممكن أنه كان منافسة بيناتهم كونش قوية بأيام قبل ولهذا النور ستار خفت اسم هيلا حالياً نسخل على آخر مقطع نزلته ونكتب بيه اسم هيلا تيفي بعد نروح على كلمة الأحدث أولاً عام ونفذ تعليقه ونفذ تعليق الأشخاص القويايا بعد ما نحفذ التعليق نروح لغير الحساب عام ونشوف هل التعليق لحيطلع للناس أو لا بعد ما نغير الحساب وننزع على التعليقات ونروح على كلمة الأحدث أولاً رح يشوف أنه تعليقه مظهر وأنه ما تعليق أشخاص هدولة ثانية انظهروا وليخافي هذا الاسم تقريباً حوالي ثلاث سنين عليكم اللي يكتبوني يا حبابي بالكومنتاج شو تتوقعون سبب خفاه هذا الاسم بالضبط الخبر الثالث اللي عدنا عن التهجم اللي يتعرض لنورمار بسبب تصويره ويا رويدة نورمار نزع على حسابه بالتوك توك هذا الفيديو اللي كان ويا رويدة وهذا الفيديو تعرض له وقت التهجم يقولون لأنه ما تريدك تصور إيها لبنية ضغم أنه نورمار مبارحة طلاب ستوري ورد بي على أشخاص اللي يتهجمون قال إنه هو كيف يصوره يمن وما يريد وما حد يتدخل ولكن إلا الآن يتعرض لهذه الهجومات انتبوني يا حبابي بالكومنتاج شو رأيكم بهذا الخبر هل يستحق لنورمار التهجم أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن أسو ليش صارت توبتي فأسو نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري وبهذا الستوري واحد من المتابعين ان يسألها شين والأنمي اللي خلاش توبتي فردت أسو بها canım طب�대 بيو كاتب نارو تشيبودن الخبر الخامس اللي عدنا عن أصالة المالح وولادتها أصالة نزرت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي كأنه داخل هي المستشفى وجارت حطها بهذا الستوري انه مر أربعين أسبوع على ولادتها أي لحظة حالية ممكن انه هي تولد فحطها هذا الاموديو مال الساعة اللي بيين انه ممكن تولد بأي لحظة توقع انه أصالة تولد بهذا اليومين الخبر السادس اللي عدنا عن مصطفى ريدر ورد على متابعين وسام تيكت مصطفى نزع على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي بالبداية اللي نبيع عن نزول أغنية تفلوس على قناة الثانية وعلى أشخاص اللي ما سمعوها نصحكم تروحوا نسمعوها في الأغنية رهيبة وهذا يقل بالنسبة للأشخاص اللي عقوم بالإنجليزي عموا تجمدوني المشاهدات فعلقوا براحتكم هذا الشي ما رح يفيدكم راح اقتصر عليكم هذا الستوري يشوفوا هلا توضيح صغير على أغنية أكو عالم مثلا تعلق بالإنجليزي وتحاول تجمد المشاهدات ما يصر أي شيء للأغنية فبس يعني حبيت أقولكم حتى لا تعب النفسكم بس والله نوصل للهات المقطع صراحة أحب أشكركم عندي صار بالمقطع السابق مع أني أعرف صراحة كلمة شكر كلش قليل بحقكم اللي سويتوا صراحة جدا مرحزة فأنا أحبكم فأنا صراحة شيء جدا رهيب اللي سويتوا والقدر اللي نقدر أعوضكم عن هذا الشيء